تلبية لنداء المرجعية بالتكافل الاجتماعي ودعم الملاكات الطبية، أقام عدد من الأساتذة والباحثين من جامعتي الكفيل وكربلاء بتصنيع قناع داعم للوقاية وتوفيره للجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. دأبت جامعة الكفيل على تشكيل خلايا بحثية علمية تخصصية والعمل بأبحاث تطبيقية تخدم المجتمع وكانت أولى باكورة هذه الأبحاث العلمية هو عمل درع واقي لنتاج علمي بحثي تعاون مشترك ما بين جامعة الكفيل وجامعة كربلاء وبتنفيذ متكامل من قبل مطبعة الكفيل التابعة إلى العتبة العباسية المقدسة. شكلنا فريق أحنا وجامعة الكفيل وجامعة كربلاء صار في الترتيب أنه نشتغل على تهيئة كبديل للقناع الواقي الموجود بالأسواق فسوينا هذا النموذج بناء على قياسات معينة ونفس الستاندرز اللي موجودة حاليا اللي نقدر نشتري من الأسواق يعني الأونلاين أو من أي مكان آخر. نتاج علمي تم تصنيعه بأياد عراقية في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع جاء موافقا للمواصفات الفنية والهندسية والألمية المطلوبة من الملاكات الطبية وخلية الأزمة ليكون إنموذجا ذا جودة وكفاءة لكي يستخدم من قبل الجهات المختصة لمساعدتهم في الوقاية أثناء تأدية واجباتهم. كانت لدار الكفيل فكرة بتصنيع غطاء واقي للوجه ما يسمى هو بالفيس شيل هذا القناع الواقي هو تستخدم الكوادر الصحية التي تباشر المرضى المصابين بوباء كورونا. طبعا هذا القناع هو شنو ميستر هذا القناع يغطى الوجه بأكمله كون إن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاض فهذا القناع راح يحمي لنا العين والخشم والحلم فيغطى الوجه بأكمله. شروع أساتذة جامعة الكفيل بالتعاون مع مختصين بعمليات البحث والتطوير على بعض المستلزمات الطبية لا سيما القناع الداعم للوقاية فضلا عن مشاركة دار الكفيل في صناعته مبادرة لسد النقص الحاصل في الأقنعة الطبية التي شح توافرها في الأسواق بهذا الوقت ومساهمة منهما في الحملة التي أطلقتها العتبة العباسية المقدسة للوقاية من فيروس كورونا. اشتركوا في القناة